أعادت تركيا إحياء صراعن في جزيرة قبرص عمره نحو خمسين عاما وتحديدا في مدينة باروشا فما قصت تلك المدينة وما رمزيتها في الانقسام القبرصي منذ عام 1974 انقسمت قبرص إلى شطرين عندما احتلت القوات التركية أنذاك الثلثة الشمالي منها ردا على محاولة انقلابية نفذت المجموعة العسكرية الحاكمة في اليونان لضم الجزيرة إليها ومنذ ذلك الوقت باتت جمهورية قبرص في الشطر الجنوبي السلطة الوحيدة المعترف بها دوليا أما الشطر الشمالي فأنشئت جمهورية شمال قبرص التي لا تعترف بها سوى تركيا تشكل مدينة باروشا الساحلية رمزا لتقسيم قبرص وباتت منذ عقود مدينة مقفرة خاضعة لسيطرة الجيش التركي ومحاصرة بالأسلاك الشائكة بعدما أجبر سكانها على الفرار إلى الجزء اليوناني في جنوب الجزيرة في أكتوبر من العام الماضي أعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص أرسين تاتار إعادة فتح شاطي فاروشا بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المدينة شكلت زيارة أردوغان وإعلان تاتار استفزازا غير مسبوق لجمهورية قبرص واليونان ومختلف الأطراف الدولية المعنية بالصراع إذ تعد فاروشا ورقة أساسية في مفعوضات إعادة توحيد الجزيرة كما تتعارض تلك الخطوة مع قراري مجلس الأمن 550 و 789 الذين يطالبان بصراحة بإدارة فاروشا من قبل الأمم المتحدة توقفت مفعوضات توحيد الجزيرة عام 2017 ومن شأن التطورات الأخيرة في فاروشا أن تعقد الحل أكثر وتعيد رسم حدود العلاقة بين تركيا والغرب